موسيقى 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 معانا بقى دلوقتي إداريين النادي الأهلي إداريين النادي الأهلي اللي ليهم دور كبير جداً مش في التمرينات بس لا ده طوال السنة سواف الاختبارات سواف قد اللاعبين حضور اللاعبين التواصل مع ولاي الأمور ليهم دور مهم جداً بنرحب بواحد من اللي طلع من تحت إيده اللاعبين كتير جداً للنادي الأهلي منتخب مصر عام عبدالله عيد اخبارك ايه واخبار صحتك وضل وقرب من عند ربنا الحمد لله أيضاً كابتن شريف خليل يعني المدير الإداري لقطاع البراعم بالنادي الأهلي حبيبة كابتن منور بحضرتك دايماً نبتدي باب التاريخ عام عبدالله عيد متواجد بشكل يوم عام عبدالله دايماً أشوفك في الملاعب طبعاً طبعاً لازم كل يوم مين لازم أجي كل يوم هنا في ملاق في لعبين دلوقتي في البراعم ممكن نشوفها إن شاء الله زم أنت شفت لعبة قبل كده نشوفها في فريل أولاً ده فيه 2010 الوراق دول لعبة جامدة جداً جداً 2010 دول 2013 سبحان الله حاجة حلو قوي كنز الناد لأهل عمره لا ينضم من اللاعبين المميزين طبعاً 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 واحد برضو من اللي ليهم دور مميز جداً كابتن شريف خليل دوركم بيبتدي كمان قبل المدربين تحضير الملاعب حضور اللاعبين الزي الغياب كل الأمور دي أكيد يا كابتن طبعاً حضرك عارب احنا شغلتنا ما بتبقتش معتمدة على المدرب قوي يعني احنا دورنا لازم ببتدي قبل ما المدير الفني بيجي أصلاً خالصاً واخد بال حضرتك سواء تجهيز ملاعب سواء تجهيز الأدوات بالنسبة للمدرب بعد كده بنبتدي نخش بقى في الجزئية التانية يعني احنا كل الكلام دو كده كتدريبات عندما بتبقى فيه حاجات تانية بالنسبة لنا اللي هي الأهم القيد والتسجيل وفترة الاختبارات بتبقى يمكن من أصعب الفترات اللي بتعدي علينا احنا هنا في شغلنا فعملية التنظيم خاصةً بيكون فيه أعداد بالألاف موجودة في الناد الأهل أكيد طبعاً يا كابتن يعني احنا السنة دي على ما اعتقد تقريباً كده جاينا في حدود عشريين ألف واحد مشار ده هنا في الناد الأهل بس في مدينة نصر بس غير المحافظات لما طلعنا فكانت بالنسبة لنا الدنيا صعبة جداً سواء تنظيم وبعد كده تصفية وتصفية وتصفية فكانت العملية بالنسبة لنا مش قادر أقول لحضرتك يا عبدالله اسم الناد الأهل كبير لما بنقول اختبارات لناد الأهلي بتلاقي ملايين موجودة هنا أو لما بتروح المحافظات وانت رحت محافظات مصر كلها رحت الشرقية وروحت منصورة منصورة اسكندرية صح أعداد كبيرة جداً طبعاً طبعاً اسم الناد الأهلي بيشد أي ناشئ صغير طبعاً طبعاً اسم الناد الأهلي كبير قوي كبير قوي 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 كابتن شريف عملية القيد اللاعب بتبقى مرحلة مهمة جداً انك انت الناد الأهلي حريص اني لاعب يسجل كل اللاعبة يبقى ورقها مظبوط سنها مظبوط انك انت بتسجل لاعب مش مش متكلمش على براعم ده احنا بنتكلم منسجل لاعب للفريء الأول في المستقبل بالزبط كده زي ما حضرك بتبقى عارفة كابتن احنا بالنسبة لنا عملية الفحص وراء اللاعب دي اللي هي بتبقى بالنسبة لنا أكثر حاجة متعبة وأكثر حاجة لازم ناخدها بدقة قوي لان كذا مرة بيجي لنا هنا اللي بيبدل وراء أخوه اللي بيبدل وراء قريبه اللي مش عارب ايه وكلام ده كله فالكلام ده بياخد مننا جهد وبياخد مننا تعب لما بتبتدي تحط اللاعب في مكانه لان انت حضرتك بتظبط الأساس عشان الباقي يطلع معاك مظبوط شكركوا شكرا جزيلا عام عبدالله كابتن شريف ونتملكوا التوفيق ان شاء الله شكرا شكرا عام عبدالله شكت